تتعدد حالات التعنيف ضد النساء أما الأسباب فقد تعددت أيضا من بينها القيود المجتمعية وضعف القيود القانونية تفاصيل أكثر في هذا التقرير فلنتابع قلق وخوف دام لبعض الوقت قبل أن تستجمع طواها لتسرد قصتها للرابطة تعنيف حاصر حياتها لسنوات طويلة وهي تبوح بألم عن بعض خفايا ما يجري خلف أسوار البيت تعرضت للضرب من أخويا وأبويا جاء أخويا من ناكا بدأ يتعارك ويايا خنقني وبدأ يضرب بيه لما انفقدت الوعي الإهانة والمشاكل ومشاكل إلها أول ما ألهتالي والتهديد وآخر شي ضرب وحتى من الغرفة اللي أنا قاعدة بيها طرادوني هذه الحقيقة الضغط النفسي والضغط الأهل يعني أنا وصلت بيه البارحة يعني صارت شغلة وقفت عجسر قلت هس أنتحر وأخلص مئات المرات بكل شي حتى أخلص من هاي العيشة لأن ماكو أحد يسمعك ماكو قانون يحمي ماكو أحد تقدر تلجأ له يعني أهل يضربون ويطردون زين ما يطردون البنية بتهم ما يقولون هاي وانتروح مفوضية حقوق الإنسان حددت ثلاثة عوامل تدفع معدلات تعنيف النساء للأعلى وسط محددات مجتمعية ضاغطة تمنع سرد الكثير من هذه القصص يعني حالات العنف الأسري في ديالة كبيرة جدا ومنتشرة بشكل كبير ما يرد إلى مكتبنا أو إلى مديرة حماية الأسرة لا يمثل يعني نسبة عشرة بالمئة من ما موجود في ديالة كثير من الحالات يعني تعتبر أنها جزء من موضوعة القوامة والتربية جزء من موضوعة قوامة رب الأسرة لكن هي حالات عنف أسري يعني كثير من حالات الساب والشتم والقذف والضرب لا يمكن يعني لا يمكن أحصائها لأنها منتشرة بشكل كبير في المجتمع حالات العنف منتشرة وتحتاج إلى يعني إقرار قانون حماية الأسرة كون أن هذا القانون لم يتم إقراره لحد الآن مواد قانون العقوبات العراقي لا تلبي الطموة في موضوعة العنف الأسري نحتاج إلى قوانين أو إلى مواد قانونية القيود المجتمعية وتراكماتها تعرقل الانفتاح على ملف تعنيف النساء وتزيد من صعوبة المشهد الإنساني خصوصا في تناول ملف حساس بنظر الكثيرين وفق منظمات معنية بحقوقهم ياسر عبدالعذاب الرابعة ديالة